بكاميرا صغيرة للهاتف المحمول وبإمكانيات بسيطة جدا بيقف يوسف أسامة على سطح أحد الجوامع التاريخية بيسرد بسلاسة شديدة جدا معلومات غزيرة متدفقة عن هذا المكان ويحصد بعد ذلك ألاف المتابعات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي من مواقع التواصل الاجتماعي بدأت رحلة يوسف أسامة مع التاريخ مع قصص التاريخ الجميلة المجهولة بفيديوهات ربما يعني أحرجت كثير جدا من بحيث التاريخ وأحرجت كثير جدا من الصحفيين وأحرجت كثير جدا من الناس اللي بتقول يا جماعة ما فيش فرصة هو قدر أنه هو يصنع هذه الحبكة بشكل بسيط قدر أنه يجذب اهتمام الألاف لماضي مصر الجميل العريق لمبانيها التراثية الجميلة علشان يصبح بعد كده واحد من أشهر صناع المحتوى في مصر عن التاريخ المملوكي أو التاريخ بشكل عام الإسلامي صفحة المماليك لصاحبها ومؤسسها الباحة الأسر يوسف أسامة ربما تكون أكبر شاهد على هذا الأمر رحبوا معنا بالباحة الأسر يوسف أسامة وصانع المحتوى ومؤسس صفحة المماليك على فيسبوك وشقيقاته منورنا يوسف في السوديو صباح الخير أهلا بيك منورنا وفي الآخر أنا عارف أنك بتحب التاريخ جدا ولكن خليني أبدأ من السؤال اللي لسه جميل نتكلم قبل الأوى فعلا بس ممكن تسأل سؤال لسه سأل جميل لأ أنا أقول لك بقى مفاجأة بخصوص البرنامج بتاعكم لأن أنا أصلا من أهلية أجد أهلية أنا مش من القاهرة طيب أنا طلعت في برامج كتيرة جدا في داخل مصر وخارجي على كل القنوات بس البرنامج ده بيتعلق بطفولتي بقى لأن البرنامج ده باللوجو بتاعكم بالبروم اللي أنتوا كنتوا بتعرضوه هي ده القاهرة بالنسبة لي زمان ما كانش فيه يعني في التسعينات أنا مولدتني وتسعين اللي كان بييجي للقاهرة هي صباح الخير يا مصر مفيش فضائيات كلنا وإحنا أطفال بالنقد نتفرج على صباح الخير يا مصر فأنا بشوف بقى برج القاهرة مسبيرو النيل الأهرامات الألعة الحاجات اللي أنتوا بتعرضوها في البروم هي ده مصر وبتجيبوا حاجات من خارج القاهرة من مصر كلها فأنا بالنسبة لي ده حاجة متعلقة في طفولتي أنا كنت بعضه قدام التلفزيون أقول لهم أنا عايز أشوف الأول الحاجات دي اللي بتيجي في صباح الخير يا مصر فبالنسبة لي أنا البرنامج يعني بيتعلق بطفولتي ولو زكريات جميلة يعني جميلة جدا معايا نحن سعدة بوجودك النهار ده ومشرفنا أنا أسعد وهبدأ من السؤال أيها يعني مصر عد عليها أصول مختلفة حقة التاريخية مختلفة بس ليه قررت تسمي الصفحة بتاعتك أو البيتش بتاعتك المماليك بص هو الناس لما بتسمع كلمة المماليك دماغها دايماً تروح للمماليك اللي هم محمد علي دبعهم في مسبحة القلع في يوم الجمعة 1 مارس 2018 اللي هم فضلوا من أيام العثمانية حتى بعدما العثمانين دخلوا مصر في 1517 العثمانين استعانوا بالمماليك وفضلوا المماليك مكملين في مصر بس كنا دايماً نسمع بكوات المماليك وحتى في كتب الدراسات وإحنا في الابتدائي رابعة وخمسة ابتدائي اللي كانوا بيعملوه وكل همهم أنهم يجمعوا الضرائب من الناس وكل همهم أنهم يملوا خزائنهم ومش مهم المصريين أنا في دولة بقى اسمها المماليك غير دول غير المماليك البكوات اللي قعدوا في مصر 300 سنة من 1517 لغاية 1811 لما دباحوا محمد علي دولة المماليك بالي من 1250 ل 1517 اللي سقطت على إيد سليم الأول دولة المماليك اللي فقى أيبك وكتز وأقطاي وبيبرس وقلوون اللي سابوا لمصر تاريخ وعموا لمصر لغاية تمام باي لغاية تمام باي ما تعدم على باب زويلة وفضل متعلق ثلاثة أيام الدولة دي ثابت لمصر إرث مهم جدا في الأثار في العمارة في الفنون في الحضارة كذلك في التاريخ يعني إحنا لما بنتكلم عن عنجلوت 800 سنة كمان مش بسيط هانج أه عنجلوت اللي المماليك عملوه هما مش بس جنبوا مصر الخطر ده دول جنبوا العالم الحروب الصالبية اللي هي بتاع اللي كانوا بييجوا من فرنسا اللي احتلال يعني ييجوا من فرنسا ويجوا من جلترا عايزين يحتلوا المشرق الإسلامي أو المنطقة بتاعتنا المماليك اللي وقفوهم المماليك اللي قضوا عليهم والكلام ده في عشر سنين 1250 ل1260 يعني ده اللي هي في 1250 ده قيام الدولة أصر الويس التاسع وأضع الحملة الصلبات السبعة في 1260 ضرت معركة عينجلوت بعد سقوط بغداد بسنتين وانتصر المماليك وهما كانوا بيعتبروا أن بلدهم مصر صحيح في النهاية حتى أي هم حببونا يعني هو يا ناس تقولك العثمانيين ما كان شوالأهم لمصر كانوا بياختوا الصناع والمهرة والمش عارف إيه ليه إسطنبول مش عارف مين كانت لي نظرة فوقية برضو بالضبط لأن انت تابع هما ما كانش ليهم مكان غير مصر انت في المماليك ده السلطنة بتاعتهم هي السلطنة المملكية ده سلطان مصر والشام في العثمانيين راحت منك الشام وراحت منك مصر يعني انت بقيت الشام تابعة لسلطان العثماني فرق جبير جدا لما يكون زي واحد ساكن واحد صاحب البيت هو واحد قاعد جاي سنة أو سنتين في العصر العثماني والي هياخد كل اللي يهمه الضرائب يورد للخزينة العثمانية لكن هنا في مصر لا دي دولته وهو بيشايد فيها يعني لما كنا بنتكلم قبل الهوى عن شرع المعز شرع المعز ده فاطمي لما يجي اي حد يروح تصور في شرع المعز النهاردة أجمل ما نأذن فيه مش الفاطمي مش الفاطمين دول قاعدوا في مصر 200 سنة برضو لما نيجي نتصور في شرع المعز ونجيب شكل القاهرة هي برضو بنرجع للأسر المملكية بنقف في وسط شرع المعز قدام الصالح نجم الدين أيوب في مدان بين الأسرين اللي هو مدان فاطمي واللي كتب عنه نجيب محفوظه السرعيسات بتاعته إنما اللي بنشوفه قبة نجم الدين أيوب آخر الصلاطين الأيوبين اللي اشترى للمملك مجموعة قلوون المصر محمد بن كلون مجموعة برقوق جنبهم المدرسة الظاهرية بيبرس ودول كلهم ممالية يعني من غير ما الناس تحس يبتتصور مع حاجة مملكية وليك احنا في شارع المعز اللي دين لها الفاطم مأزن الأزهر نما نبصه النهارده واللي بنستخدمه حتى في صور كتير للقاهرة تلس عايز أقولك المأزن المملكية ليه هي أفضل مأزن كلها مأزن هو ده طراز المحل بتاع مصر هي عينك تحب الشكل ده ده عنا حتى لما بنبني جوامع حديثة النهارده جامع الرفاعي اللي بنوه يعني خلص في سنة 1912 بنته لجنة حفظ الأثار العربية ومسجل أثار النهارده قدام مسجد السلطان حسن الجامع جابوا من ترس كتير جدا لجنة حفظ الأثار العربية خلطت الفاطمي بالأيوب بالعثماني بالمملكي بالأوروبي لكن لازم المأزنة تكون مملكية حتى الجوامع الحديثة أنا أعتقد أن في ناس أصلا ما تعرفش أن في مأزن شكلها مختلف تابعة لعصور مختلفة والحقب تاريخية مختلفة ده المأزنة في حد ذاتها ده بتقرخ لعصر يعني أنا لما بص على المأزنة أعرف إذا كانت فاطمي لا دي الدولة الفاطمية دي أيوبية دي مملكية دي عثمانية يعني باختصار المأزنة العثمانية أي حد يشوف زي مأزنة جامع محمد علي كده اللي هي المأزنة المدببة اللي واخد شكل ألم الرصاص وبرضو العثمانين كانوا بيبنوا كده مأزنهم بالشكل ده علشان البيئة والمناخ بيأثر في الطراز المعماري مع الموروص الحضاري بقى للدولة دي ما ما ينفعش يعمل المأزنة من المكلهات الضخمة اللي عندنا دي في مصر ما عرفش يعملها هناك في اسطنبول لأنها تتميلي تلج فلازم يعملها مدببة شكل الألم الرصاص ويحط على صفائح رصاص من فوق عشان ما يجمعش فيها تلج طب يعني حبك انت المماليك خلك تنشئ دي الصفحة كنت حاسس ايه بقى وانت بتعمل الفيديو بتاعك بتاع مسبحة القلعة اللي كنت واقف فيه فوق وشايف تحتك نهار الدم وعملت بتشاور لنا كده وتقول هنا كان محمد علي هو مثلا الناس دول اللي محمد علي قتالهم يعني يقولك هو محمد علي كده كده المماليك دول كانوا هيقتلوه يعني هو جاله من المخابرات بتاعته في فبراير 1811 انك لو مروحتش قتالت الناس دول هيقتلوك وكان هو بيبعت ابنه في الحروب الوهابية الجيش المصري كله هيخرج حتى ما كانش فيه اعتبر جيش وقتها اللي هو جيش مرتزقة اللي هو ما الجنود اللي جاي مع الألبان فلو خرجوا من القاهرة هيفضل محمد علي هو هو المماليك بس فمين اللي هيدفع عنه لو المماليك قاموا بصورة أو هبة أو مؤامرة ضده فكان لازم ان هو يتخلص منه انا كانت مشكلتي بقى هنا في الجانب الإنساني موضوع الغدر سوك انك تموت ألف بني آدم في يومين تلاتة اتنوات سبعمائة اه ربعمائة وسبعين واحد ربعمائة وسبعين إنسان في ممر دايق زي ده بس الفكرة في الغدر انك تقول له انا عزمك على قهوة وتعالع علشانه عاملين حفلة ويجي لك بالسيوف التلمة ويجي لك لابس لبس التشريفة بتاعته وبعدين انت تضحك عليه وتقول له بقى تفضل بقى مع الحفلة بقى هتبدأ وتقتله بالشكل ده محمد علي على فكرة يعني كان عنده من القوة والسيطرة بس لو ما كانش محمد علي عمل كده ما كانش يبقى محمد علي كان فضلت فيه مراكز قوة قدامه ودولة عميقة ومش هيعرف فيه عمل حلقة فيه يقرار دول اللي كانوا المشاكل كانت بتواجهه الزعمة الشعبية نفع عمر مكرم اللي هم اللي جابوه بعدين الانجليز قضى على حملة فريزر في 1807 اللي حتى تعملت في الدراما بشكل كوميدي كمل بقى محمد علي بعد 1811 فتش عبسا كده في تاريخ محمد علي عن ان حد قال له انت بتعمل ايه لغاية 1848 ما تعزل على الحكم بقى الزهامر وامراض الشيخوخ فاحساسي انا حاجة مخيفة انك واقف في مكانة قتل في ربعو 70 بني ادم وانا بقى كمان ده طبقات فوق بعض في التاريخ ده الموضوع مش الممليج بس هنا ومش محمد علي هو يعني اخر حدث ولا هو اول حدث فيه احداث حصلت في الممرض ده بعد كده فيه احداث قبل كده من العصر المملوكي برضه طول من 1250 لurance poderia فيه احداث في المكان ده حصلت في العصر الايوبي لما جلسة لاح الدين وبنى القلعة وكان ساكن هنا جنود فيه احداث حصلت في العصر الفاطمي في المكان ده قبل ما القلعة تتبين فيه احداث حصلت من عصر الولاء يعني كلها متصلة باض انا بس مش الممليك انا بأتكلم عن الممليك في اللقطة دي بس فيه التاريخ المكان ده تاريخه بنتكلم في 1400 سنة تاريخ المكان اللي احنا فيه ده ده جو أحداث بقى شوف المكان ده بس يعني ممكن عما مر ممكن في شارع في القاهرة تعمل كتب وتعمل بحث وتعمل رسالة الدكتوراه في شارع واحد مش بس هقولك بقى الحجبة زمنية ده يعني في تاريخنا تاريخ أنا يعني مش عايز أتكلم عن دولة جالي صديق من دول تانية يقول لي أجيب لك كتاب 300 صفحة تعرف تاريخ بلدي كله هو اللي بيقول تاريخكم أنا قعدت في كل المكتبات وزورت أنا مش عارف أخلصه ايه خلص مين ومش هقولي عمري كله صحيح وانا يخلص وانا تاريخ كله 300 صفحة مش هقول اسم الدولة يعني طيب يوسف فيه نقطة مهمة جدا يمكن احنا دايما بنقول التاريخ أحيانا بيتكتب مش زي ما حصل معظم الوقت بيتكتب مش زي ما حصل ايه المعلومة او ايه خلينا نقول الحدث التاريخي اللي وصل للناس مغلوط وانت حتى اتفاجئت لما قريت عنه وعملت ابحاثك بل انه دايما الشخص اللي بي عنده شغف لحاجة بيعرف يروح لأكتر من مصدر ويقدر يقارن ويقدر يحل بيقدر يوصل للمعلومة المستخبية اللي المناسبة بتبقى الاهم اللي بتبقى زي ما يقول تويست في القصة ايه الحدث اللي موجود يكون وصل للناس غلط من خلال بحثك لقيتوا النموضة مختلفة كان فيه مؤرخ فرنسي لهم مقولة جميلة او بالفرنسية ترجمتها يعني يقول التاريخ بنية سردية مثل البنية الروائية تقوم على حبكة محددة تتصل بمقاصد المؤلف وحيطة التاريخ يكتبوا المنتصرون دي مش حقيقة برضو يعني فيه تاريخ بيكتبوا المهزمون يعني تاريخ سيدنا الحسين ومقتله اللي كتب الفترة دي كلهم المهزمين وهي اللي خدت مظلومية في العالم كله مظلومية قلي البيت بيتقطع رأسه بيتمثل بوجسته سيدنا الحسين حفظ الرسول عليه الصلاة والسلام واللي فيه احاديث كتيرة بتتكلم عن فضله وابن السيدة فاطمة الزهراء وابن سيدنا علي فده يخبرك ده تاريخ برضو ليه مرجعية دينية فممكن يبقى ليه طابع خاص كان لنا في المرجعات السياسية ماهو برضو هتدخل في مرجعات دينية يعني لو دخلنا مهمة في العصر ده اللي هي الديولوجيا هي كانت الدين في العصر الوسطى كله في النهاية هو الدين يعني برضو لازم هيرجع للدين يعني مثلا نتكلم عن موضوع شجر الضر لما جاتت سلطان فيه رواية تاريخية بتقول ان الخليفة العباسي شجر الضر بالمناسبة هي ازكى يعني من ازكى السيدات اللي جاتت في تاريخ مصر وانا بحيبها جدا ومرأة قوي جدا 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 وست حكمت مصر في ظروف صعبة وادرت ان هي يعني جزها مات وفيه عدو صليبي موجود على الاباب موجود على الاباب ايه موجود في ارض مصر واخدوا ضميات وجان المنصورة وادرت ان هما يقصروا الوسي التاسع ييجي بعد كل ده الخليفة العباسي بقولوا بعت رسالة للمماليك ان كانت الرجال وقد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسار لكم رجال وما عندكوش رجالة في مصر قولونا نبعط لكم راجل الرواية دي بدأ اسد زيتة حتى يتكلموا عنها يقولوا ان الرواية دي المماليك اخترعوها بعد كم سنة لما جوا المماليك بلهم رجالة هي الرسالة جاء للمين جاء للمماليك ولا جاء لديوان الانشاء ولا جاء للمين بالزبط في مصر علشان ان هو برضو احنا نبقى عارفين دي مثلا ممكن تكون المماليك نفسهم بعد ما تولوا الحكم وخدوا مقاليد السلطة عايزين يشارعون نفسهم لوجودهم فاحنا ليه عزلنا السلطان شجر الدور وحنا قعدنا احنا لان الخليفة العباسي مكان شراضي طب احنا عايزين نتطمم ونعرف ان الخليفة العباسي فانا قالوا الكلام ده روح بقى ادور عليه خليفة العباسي اتقتل على ايده التطار في سقوط بغداد 650 يجري 1258 ميلادي وسقطت بغداد وتلف في سجادة وترمى في النهر صحيح السؤال الاخير رسالة لصناع المحتوى ايه اللي مكسلين ايه اللي معنى يعني انت ربما ربنا رزقك حب للتاريخ شغف القراءة متعمقة بحث متتالي وده بيظهر جدا من خلال فيديوهاتك وتلقائتك في سردة هذه و fail معلومات بعفوية شديدة جدا ومعلومات غزيرة جدا رسالة لصناع المحتوى تقول لهم ايه في وقت زي ده الله نوع من الكلام اللي أنا كنت بسمعه منوانا بتخرج من كلية ومانا لسه في كل ايه يعني انت لو حبت حاجة هتستفيد منها انت لو حبتها بس تبه حاجة مفيدة وفي النهار ده الناس بتكسب من حاجات مش مفيدة وبتكسب اكتر مننا بالمناسبة اكتر مننا كلنا يعني يعمل حاجات مش مفيدة أنا درست الأثار عن حب واخترت ده حتى يعني في ناس كتير يقول لك تقول أنت هتشتغل إيه؟ يعني حتى لو أنت كلية هتشتغل إيه؟ يعني قلنا في النهاية أنت داخل الأثار ده هتطلعي وكان هدفي أن أنا أبقى تعين في الجامعة والحمد لله أنه ده ما حصلش يعني كنت ممكن حاية اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه وده سواء حلقتنا اللي خارجة يعني الحمد لله فاللي حتى فات فرصته أو راحت منه لا لسه لسه فيه بقابل شباب كتير إحنا عندهم طاقة وعايزين يشتغلوا والنهارده الشغل بقى أسهل يعني أسهل لأن أنا عن طريق الموبايل يمكن لو ده مش موجود كنت هتعرفوني فين؟ صحيح كان لازم أكون بكتب في الصحافة مثلا أو حاجة ما كنتش هاجي ولا أعود القعدة دي ولا أعود في برنامج أنا كنت بتفرج عليه ويمكن هو السبب اللي يحببني في المجال ده كما صحيح يا يوسف إحنا يعني اسمح لي أقول لك يوسف كده إحنا سواء دقيق بين أنت كنت موجود معنا النهارده وأنا يعني أنا عن نفسي بشجع كل محتوى هادف ولكن المحتوى المتعلق بتاريخ البلد دي وكمان معلومات اللي بتكون موثقة وأكيدة وحد بيحكي مش مجرد معلومات بنحفظها زي كتب والكتب التاريخ معلومات بنبقى عارفينها من خلال قصص أشخاص دايما نسمع أسميهم بس ما نعرفش قصصهم أو قصص حتى ما بتبقاش مضبوطة أنا أشجع الناس إنها تتفرج على المحتوى ده تتفرجوا عليه ومش شرط ومع كامل احترامي ليك يوسف مش شرط المعلومات اللي تسمعوها هي اللي تاخدوها لا برضو دوروا وقروا تاني هتعرفوا يمكن حاجات أكتر بس فعلا الكنتنت أو المحتوى اللي يمكن أنت بتقدمه يوسف أنا بحقيق عليه مهم جدا 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 وأعتقد أن أنت هتنتقل بعد ما تخلص القاهرة ربنا يديك بقى أنا نفسي بالمناسبة بالمناسبة المعلومات دي أنا بقول كده أنا ممكن كلامي يكون غلط وبعدين أنا نائل عن حد يعني كنت قاعد معهم كنت قاعد مع الممليك وهم أنا بلقل من كتب شكرا جزيز شكرا الباحث الأثري يوسف وسيما نورتنا في صباح الخير يوم وصر شكرا ليك يا يوسف وندعوكم لمشاهدة صفحة الممليك اللي عملها يوسف على فيسبوك